أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في إحاطة موجزة لأهم الأنباء تشهد مناطق ريف إدلب الجنوبي وحامات الغربي قصفاً عنيفاً بالمدفعية والرشاشات منذ الصباح وحتى لحظة إعداد هذه الإحاطة مصدره عصابات الأسد حيث شمل القصف قرى العنقاوي والقاهرة وخربة الناقوس في سهل الغابة وأكن صفرة والفطيرة واسفوهن وفليفل جنوب إدلب دون تسجيل إصابات بشرية شهدت الليرة التركية انخفاضاً جديداً في قيمتها هذا اليوم ليتجاوز سعر صرفها عتبت الثلاث عشرة ليرة أمام الدولار الأمريكي وانعكس ذلك على أسعار المحروقات المستوردة في المناطق المحررة التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً في أسعارها هذا اليوم حيث وصل سعر لتر البنزين إحدى عشرة ليرة وثمانية وعشرين قرشة وإصطوانة الغاز لمائة وسبع وخمسين ليرة قتل وجرح عدد من ميليشيا قسد بغارة شنتها مسيرة تركية على مواقعهم في محيط قرية البيضى شمال مدينة الحسكة ومن جانب آخر أعلنت غرفة عمليات عزم عن إفشال محاولة تسلل للميليشيات على جبهة تلتمر كما تعرضت نقاط للميليشيات لقصف مدفعي استهدف مواقعها في ريف الرقة الشمالي طرد أهالي بلدة المزرعة في ريف السويداء الغربي دوريات للمحتل الروسي وعصابات الأسد بعد وصولهم إلى المدرسة الإعدادية في البلدة لتوزيع مساعدات حسب زعمهم وفي سياق آخر اعتقلت دورية عسكرية تابعة للعصابات عددا من أصحاب المصالحات والتسويات الجدد في مدينة العشارة شرقية دير الزور وصلنا معكم إلى نهاية هذه الإحاطة نترككم في أمان الله